صباح الخير زيكم عاملين ايه? النهاردة هنخزن الطماطم في الفريزر عشان هي رخيصة اليومين دول. نستغل فرصة بقى ونخزنها نعملها صلصة باسهل طريقة ممكن تعملوها. الطماطم هجيبها وحطها على النار هادي خالص. اخسرها نظيف وحطها النار هادي لحد ما توصل ان هي تستويتي بمهرية خالص كده. بس من غير اي ما اضف لها مية ومن غير ما اضف لها اي حاجة. هتنزل ميتها. ممكن لو المية طرعت زيادة شوية. نصفي المية منها خالص. بس اسيبها لحد ما تنشف بالطريقة دي وبعد كده هنضربها في الخلاط. او تجيبوا بالهند بلندر. اي حاجة المهمة تنضرب من غير ما نضيف لها اي مية. بنصفيها بقى في المصفة. عشان ننزل التفل والبزر واي حاجة فيها. عايزين التماطم تبقى صفية. تفضل تنزلي بها كده في المصفة لحد ما تصفها معاكي. وتبقى تماطم تبقى صلصة. اه تخينها كده وحلوة من غير ما يبقى فيها بزر. ولا تفل بتاعي التماطم. بناشفة خالصة هي. ونعمة خالص. وصحية ما فيهاش اضافات اه ولا مواد حفظة. تقدر يبقى تحفظها في كياس في برطمونات بلاستيك. اه اللي تحب بيه تحتفظ بيه. المهم انا حطها في كياس. وبعد كده تيجي تطلعي منها الكيس وتسبيه فك. تحطي بقى عايزة تعملي صلصة بالتوم صلصة بالبصل. اتخدي منها دي المعلقة منها ببرتمان صلصة متجهزة. ونضيفة وطعمها حلو وعملها بأيديك في البيت. تخزنها في كياس متاعة للتلاجة. يا اما تجبي برتمونات معكمة ونضيفة وناشفة ما يكونش مبلوله مية. وبعدين تحفظ الصلصة فيها. بتقعد عندك من السنة للسنة وبتفضل حمرة زي ما هي. خلطات المحش بقى تطلعي منها. آآ بتبقى حلوة لان التماطم في وقت كده من الاوقات بتبقى صفرة. وبالذات في آآ في الشتة في ايام الشتة ساعات تلاقي التماطم صفرة. بتنفعش في المحاشي ولا ولا المسبكات. فتطلعي منها الكيس هده منها المعلقتين ثلاثة خلاص يعني بتكفي. ومركزة وحلوة ومن غير اي اضافات زيادة ولا صعبة. اسهل مسهولة. هتعمليها في ثواني. هترايحك طول السنة بتبضلي تطلعي الكيس وتعملي منه. آآ مش هتبضلي بقى كل شوية لو مشغولة لو عايز عملي اكل سريعة هتلاقي السلسة جهزة معاك في التلاجة. اتمنى تدربوها وتعجبكم ان شاء الله. بتنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ده. بتنسوش اللايك للفيديو يا جماعة عشان اللايك بيرفع الفيديو. وتشتركوا في قناتي آآ البسيطة جدا. علشان آآ تكبر بيكم. وان شاء الله في فيديوهات تعجبكم. وان شاء الله للاحسن بعد كده. وانتظروا كل حاجة جديدة عملها لكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.